اشتركوا في القناة مراقب عام للسجون مدير سجن المحلي بوركيز اسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين اليوم تخلد أطر وموظفين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاحتفال بالذكرى الخامسة عشر لتكسيسها وهذا اليوم هو واحد المحطة للاحتفاء والاحتفال الموظفين المؤسسات الجنية والتعبير لهم كذلك على المجهودات التي يبدلونها في خدمة الصالح العام وكذلك في إعادة إدماج السجناء لإعادة الإدماج وهي محطة كذلك كي نعبر لكل موظفات وموظفي القطع على المحبة والتضحيات والتضحيات التي يبدلونها في خدمة هذا القطع وكذلك هذا اليوم كي يعرف هو واحد يعني كان توجو به الموظفين المتميزين داخل المؤسسات السجنية بحيث كي نعرف واحد المسابقة بالنسبة لكل موظفات فهي واحد المسابقة موضوعية كي يتم اختيار الموظفين المتميزين من طرف باقي أطور وموظفي المؤسسات السجنية بحيث يتم عرضهم فيما بعد على لجنة محلية التي تتم دراسة يعني جميع الموظفين المتوفقين ويتم إحالة على الإدارة المركزية كذلك تتولى تتولى لجنة مركزية دراسة كذلك الموظفين المتميزين بحيث كتف الختام كيتم اختيار موظف وموظفة متميزين داخل المؤسسات السجنية اللي كيتم تسليم واحد درع اللي كيعبر على الحب وكذلك يعبر على واحد يعني كتقدير الخدمات التي أسدها للقطع وهو أن بالنسبة لنا فجميع الموظفين المتميزين في جميع المؤسسات السجنية فنشكرهم مرة أخرى على المجهودات التي يبدونها كما نتمنى أن يستمروا في العطاء والبدل من أجل الرقيب بهذا القطاع إلى المراتب التي نتمنى أن تكون يعني في المستوى تعطي صورة إيجابية على بلدنا الحبيب وشكرا لكم على الحضور كذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر